يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دِخُلُوا فِي السِّلْمِكَانَ إنجروا أن تكون العقيدة الغاسخة الثابتة والثقافة الحزبية الناضجة هي الرابط بين أعطاء الحزب وأن تكون هي القانون الذي يسير جماعة الحزب لا القانون الإداري المسطر على الورق وطريقة تقوية هذه العقيدة والثقافة هي الدراسة والفكر ليتكون العقل تكوينا خاصا وليوجد الفكر المتصل بالشعور ولا بد من بقاء الجو الإيماني مخيما على الحزب جماعيا حتى يكون الجامع للحزب شيئين اثنين هما القلب والعقل ولذلك لا بد من الإيمان بالمبدأ حتى يبدأ القلب جامعا بين أفراد الحزب ثم دراسة المبدأ دراسة عميقة وحفظها واستظهارها وفهمها ليتكون الرابط الثاني وهو العقل وبذلك يعد الحزب إعدادا صحيحا وتكون رابطته متينة متانة تمكنه من الثبات أمام جميع الزعازع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر